مسألة استقبال فخامة الرئيس عبدالفتح حسيسي لوزير خارجية اليابان يوشيماسا حياتشي شيء مهم جداً شيء مهم في ايه؟ على ثلاث نواحي حاضر حاضر الاجتماع ده وزير الخارجية السيد سمح شكري كويس؟ طيب الرئيس في هذا اللقاء اتكلم على ازاي اليابان بتحظى بما كانها تقدير كبير جداً لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي طبعاً صحيح مية في المية ايضاً نتكلم على حرص مصر المتعلق بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك ما بين اليابان ازاي تم ترفيع مستوى الشراكة ما بين اليابان الى مستوى الشراكة الاستراتيجية وده ارفع انواع الشراكة ما بين الدول وبعضها البعض ورئيس اتكلم على ازاي نقدر نبني على هذه النتائج العلاقات المتبادلة ترفيع مستوى الشراكة وقال انه احنا في شهر ابريل اللي فات وقت ما حصل رفع العلاقات او ترفيع العلاقة ما بين البلدين المستوى الشراكة الاستراتيجية ده كان البداية الحقيقية او البداية الكبرى للعلاقات المصرية اليابانية وهنا بيشير وزير الخارجية الياباني بقى الى ايوة نحن نرحب يا جماعة بالتطورات الايجابية اللي بتشهدها العلاقات ما بين البلدين على كل الاصعيد طب هل بس العلاقة ما بين النصر واليابان هي علاقة الشراكة الاقتصادية لا طب والتعليم طبعا اقتصاد تعليم وايضا في نقاش على القضايا الاقليمية وكيفية ايجاد الحلول لي وفكرني اقولك على ازاي او وزير الخارجية الياباني عنده وجهة نظر فيه مسألة القضايا الدولية والكل بمكالين